مش مهمين بس احنا عارف ان انت اللي بتعمل من الحب بقوبة على السوشال ميديا فاحنا لازم هنا ان احنا نوضح الكلام الفاضي اللي مالوش اي لازمة وهو الموضوع الخاص بالسولية ومحمد شريف في الحقيقة الموضوع كان بسيط جدا عادي بيحصل ما حصلش اي حاجة غير انه فيه غيرة على الفريق وانه فيه واحد من اللعيبة يعني بيوجه واحد من كبات الفريق يمكن عمر السولية هو اللي كان بيعمل الدور ده بيوجه لاعب شاب لسه عائد لفرقته بيقول له ارجع وساعد زميلك في الدفاع يمكن نرفزت ملعب طبيعية او عادية لكن احنا طبعا لازم يعني يعني في البعض طبعا اللي بيتصياده النهاردة ليك وده شيء معروف جدا وعايزين يعني يرغوا في اي حاجة ويقول لك قال اصل تخنقوا اصل تصوروا اصل اللعيبة شدوا مع بعض اصل عملوا احنا تعودنا عموما على كده والنهاردة الفريق بيواصل انتصاراته بيواصل تركيزه كمان خلينا نقول لانه ده اكيد بيشتت اي فريق بيشتت اي فريق بلس يا سهام الموضوع ده والتي ليه تعليق خاص انا فرحت على فكرة باللقطة دي يعني انا فرحت ليه باللقطة دي ويمكن اكد كلامي لكابتن سيد عبد الحفيز زي كابتن سيد يعني انا عشان عشت الاجواء دي تعرف ان لازم يكون في حد صوته عالي مش لازم يكون كابتن الفرقة اللعيبة الكبيرة واللعيبة المسؤولة داخل النادي الاهلي لازم يكون صوتها عالي وخاصة للعيبة الصغيرين الشباب لازم لما يكون فيه غلط او هو شايف ان فيه مش هقول تخازل لكن الامور ما بتبقاش ماشية بالشكل المطلوب لا عمر السلية بيقف مع محمد شريف يقول له لا خلي بالك انت دلوقتي انت بتلعب في النادي الاهلي بتلعب على مستوى بطولات لازم ومش بقلة ادب هو بيحفزه ولكن لازم يكون فيه صوت عالي داخل الملعب عندنا محمد الشناوي عندنا ايمان اشرف عمر السلية علي معلول وليد سليمان يعني كل ده قيمة جبيرة جدا وده ده اللي بيعمل الفارق مبين ومبين النادي الاهلي وكابتن سيد العب حفيز كمان قال هو سعيد بالكلام دوت لان دوت احنا متربيين عليه في النادي الاهلي لما فيه انا وانا صغير الكابتن انور سلامة مدربي ضربني بالبوكس في الملعب عشان يعلمني اه عشان يعلمني يقول لي لا انت موجود في النادي الاهلي النادي الاهلي مش محتاج دلع لو ما كنتش هتبقى راجل في الملعب اطلع برا وشوف لك حتة تانية لو كانت متصورة دلوقتي يا لأ لا يعني احنا انا بقولش بتوصل للضرب لكن زمايل جوه الملعب فيه ناس كبيرة والناس الكبيرة اه طبعا الناس الكبيرة لازم يكون صوتها عالي في الملعب وتوبخ زمايلها ولو حد مش فاي عمر السلية بيأدي اكتر بأداء اكتر من رائع محمد شريف كمان اللي هو يمكن كان فيه توبيخ شوية من عمر السلية قدمه برا جيدة على المستوى المستوى التحركات سجل هدف حلم فكان مهم جدا العملية ان الناس حتى لما بتتكلم اه كان فيه خناقة لا احنا عم فرحانين بالخناقة دي لان احنا عارفين النادي الاهلي ماشي ازاي لا لا وخد بالك محدش اتكلم عن لقطة لما محمود لما كهرباء راح مسكورة وخليه روح للسلية وحضن فيش حد بيتكلم عن اللقطة دي وقولك لا احنا فرحانين بالخناقة لو فيه خناقة احنا فرحانين بيها احنا فرحانين بيها لان احنا عارفين ده ده النادي الاهلي لعبة كبيرة بتتكلم عن لعبة الصغيرة بتوبخها لو فيه تأصير هو ده النادي الاهلي والعملية خلي بالكم ما بيكونش بقى فيها اخصام لا محمد شريف على طول خلاص مع عمر السلية حبايب والدنيا ما فيش اي مشكلة وده هو النادي الاهلي النادي الاهلي زي ما بنقول دايما في حتة تانية يعني هو ده لاما عشان نخرج برة القصة دي لاني ما فيش داعي نقرر فيها لانها دم ما هتقيل يعني لكن احنا احنا عن نفسنا انا فرحان بالخناقة دي ماشي وكبت السيد عبدالحفيز بودير الكرة كمان النهاردة بيقول انه اللي حصل ده طبيعي يا جماعة وبيحصل وده اللي بيعكس الروح فعلا اللي موجودة ما بين اللعيبة وفي الملعب وغرتهم على بعض ورغبتهم في انهم خلاص بقى يكملوا المشوار ويفضلوا كما وده يعني رقم واحد النقطة التانية بقى دي كاته النقطة الاولانية النقطة التانية خاصة بكابتن طبعا ناصر ماهر